الجدير بالذكر وده الموضوع اللي طبعا الناس كلها بتتكلم عنه يعني اليومين اللي فاتوا محمد صلاح هيرجع مركز التدريبات في ليفر بول يوم الأربع ان شاء الله غدا لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفر بول عشان يعالج الإصابة العضلية اللي اتعرض لها مع منتخب مصر الإصابة طبعا اللي اجبرته على الخروج من الملعب في الشوت الأول من مطش غانة وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم هيخضع من خلال هذا اتفاق محمد صلاح للعلاق في ليفر بول هيبتدي بالفعل العمل مباشرة مع الطاقم الطبي للنادي بمجرد عودته إلى ليفر بول بهدف العودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن للنادي وللمنتخب وده حيمنحه أفضل فرصة ممكنة للعودة من جديد للمنافسة في كأس الأمم الإفريقية مبارح الحقيقة من ضمن الحاجات اللي ساعدتنا على التأهل لدورة 16 هو تعادل منتخب غانة مع موزنبيق بنتيجة 2-2 ده خدمنا إحنا أكتر بكتير ما خدم موزنبيق وإدينا فرصة ذهبية غير متوقعة للتأهل ماتش غانة هو كمان بالمناسبة كان ماتش صعب جدا غانة سجلت في البداية هدفين لكن في الوقت بدل الضايع كانت المفارقة الكبرى لأن موزنبيق قدر إن هو يعود من جديد ويسجل بدل الهدف هدفين وراء بعض في ديئة 91-94 وكده خرج غانة من البطولة يعني نقدر نقول إن موزنبيق عملت معانا واجب كبير جدا تشكر عليه الحقيقة أهدتنا التأهل لطبعا المرحلة القادمة باللي عملته مع غانة في اللحظات الأخيرة من المباراة وطبعا كل الناس كانت قاعدة ما بين بتابع ماتشنا وما بين بتابع إيه اللي بيحصل مع موزنبيق وغانة عشان بناءا عليه حنشوف إحنا رحيم فين وآلف الحمد وشكر لكرم